اشتركوا في القناة نحن من خليه يصير يشبه بعضه من خلال اللبس يعني بصيره فوتوكوبي عن بعضه من الشسير لا اذا كفي برنايته على الرأس ليه دايما منلاحظ عند التوقم في تأخر بعملية النطق اكتر من غير مولود او مولودة كل هيدا الاسئلة رح جايرة لضيفتي سوفي كيلزي واكيد الاجابات بتكون عندها سوفي صباح الخير اهلا وسهلا فيك انا اول مرة لايف بتعرف عليك ومشوفك هيك وجها لوجها اليوم الموضوع التوقم عنديك توائم بالعائلة لا ما عنديك توائم موضوع التوقم ليه دايما منشوف توائم ما بيشبهوا بعضهم حتى لو كانوا بنتين أو صبيين وتوائم يعني ابدا ما منقدر نفرقهم عن بعضهم هو اول ما بيتكونوا الطوم ببطن أمهم يا بيكونوا مفصولين مثل ما منشوف هلأ بالصورة بيكونوا يا مفصولين هون بيكون فوجموا او بيكونوا مثل بعضهم مثل ما قلت بالشكل حتى بعدين لايكبروا بيكونوا كتير كتير في شابه كتير صعب أنه تميزوا عن بعضهم او ساعتها ما بيكونوا مفصولين ببطن أمهم بيكونوا وقت تكونوا تكونوا سوا يعني تكونوا كأنوا بنفس السلول فينا نشوف الصور يلا هلأ بيبلشوا الصور هون هون فريجيمو لأنه ما في فاصل بيناتهم بالصورة اللي بعدها منشوف هون أنه في فاصل بيناتهم هون بيكونوا فوجيمو ما بيشبهوا بعضهم بيكونوا مختلفين عن بعضهم فيك كتير من يحتميزهم عن بعضهم وقت تشوفهم يعني هيدا هو السبب عند التكوين مصبوط هو الأساس هو بالتكوين برحم الأم طيب ليش بنشوف الفترة الأخيرة يعني التوائم عم بتزيد أكتر هو عم بيزيد الطوم إجمالا هلا لأنه في كذا عامل أول شي في عامل وراثة بتلاقي أوقات كتير بنفس العائلة بيكون في كذا طوم كذا مرة بالعائلة كذا جينيراسيون هيدا بتضل بالعائلة وهون في شانس أكتر بيكون عندهم طوم غير عامل كمان هو أنه المرأة صرت عم بتجيب أولاد عمره أكبر بالخمسة وثلاثين أو أكتر هيدا بتزيد الفكتور فيه كمان المشاكل الخصوبة إذا الكوبل أو المرأة عملت قبر فايفي صار فيه كذا كذا تريتمنت عملوه بيزيد الشانس أنه يكون فيه كذا بويضة كذا جنين ببطنة فهون بالتالي بيزيد عم بيزيد لأنه عم بيكون فيه مشاكل خصوبة أكتر من قبل عم بيزيد الريسك أنه يكون فيه مش ريسك أنه هو شانس كمان أكيد شانس كتير حلو للأهل أن يكون عندهم طوم بالصورة اللي كانت قابل من شوف أم عم بتطعمه 2 بيبرون سوا يعني تتشوف قديش بتكون الأم مضغوطة كل شي بدأت عمله سوا كتير ما بتكون عم بتلحق يعني لوجستيا بحياتها اليومية والبي كمان أكيد بعطول فيه ضغط وما بيكونوا عم بلحق لأنه 2 عم بيبكوا سوا طبعا يعني معروف تربية فردين يعني كليا غير شي عن الولد وقت الواحد يلاقي حاله مع طوم كل شي بتغير بالتنظيم بالحياة اليومية بالصورة اللي شفناها صوفي يعني تيبيك ما بيشبهوا بعضهم البنتين وبنفس اللبس يعني من الكلسات للبيجاما بركة للبفات كمان حتى البيبرون هيدا شي سليم نتعاطى هيك مع التوأم لا أفضل أنه نميزون عن بعضهم لأنه هون في شغلة كتير مهمة كل ما نحنا منكون عم نلبسوا نفس الشي منسوي لنشعرون نفس الشي بنفس الطريقة كل شي بيكون مثل بعضه منكون إذا بدك عم نخليهم بإنسجام كتير قوي وهنا على الحالتين عندهم إنسجام كتير قوي بين بعضهم بس إذا عملنا هالأمور نكون عم نخليهم أكتر يعني مسكرين على بعضهم مش منفتحين على العالم على أهلهم على رفقاتهم على غير أشخاص مش نهيك أفضل أنه بإشياء معينة نفسهم ما يناموا بنفس التخط يكونوا أساميهم مش قراب كتير على بعضهم يكونوا عم بيعملوا اكتيفيتيز يمكن يكونوا مختلفين يعني مش في يومية مثلا مش مش في يومية إي لا أكيد لا أفضل لا أصلا وقت يكونوا كتير صغار هن ما بيميزوا بعضهم يعني إذا الأهل يمكن يعيتوا لواحد منه اثناناتهم يلتفتوا بأهلهم بيكبروا شوي بيصيروا يميزوا أنه أنا شخص وهو شخص فهون كتير مهم حتى يقدر يكون شخصيته ما نكون كل الوقت عم نلبسوا نفس الشي نعيتلون سوا يعني يكون كل واحد عم ينمي شخصيته لحاله لأنه كمان بيكونوا معلقين ببعض يعني إذا في واحد بنوا موجود الثاني بيعمل بانيك بخاف بيعمل قلق مش إن هيك أحلى إنه قد ما فينا سعبة بس نميزهم عن بعضهم حتى ينموا شخصية مختلفة ويحسوا حالهم إنه هنه بنهاية فردين بس بيشبهوا بعض ومرطبتين ومنسجمين كتير مع بعضهم يعني هيدا الشي بينطبق من التربية لوقت اللي من الولادة لوقت اللي بسيدهم يروح على الجردوري أو المدرسة بتفضلي كمان يكون كل ولد منهم بجردوري معين أو يمكن بساكشن تاني وبالمدرسة نفس الشي لأن الأهل الأوقات بيرتاحوا بيجيبوا يعني لغراض برك الكتب لشخص واحد وبيستعملوهم اتنيناتهم إذا كانوا قاعدين حط بعضهم بالصف الآن بالنسبة للكتب منا مشكلة بس بالنسبة للصف أو للحضانة أكيد بيروحوا على نفس المدرسة نفس الحضانة بس إيه أفضل يكونوا مفصولين عن بعضهم بالصف لأنه طالما هنه سوا ما رح يهتموا برفقاتهم بهديك الولاد بالمعلمة باللي عم بيصير حواليهم رح يكونوا مركزين على بعضهم بينما إذا كانوا يعني فرقناه هون بالفرصة فيهم يكونوا سوا يلعبوا سوا بيرجعوا بيلتقوا يعني هيك بنموا أصحاب أكتر بيلتفتوا بشو عم بيصير حواليهم أكتر بيتواصلوا أكتر مع الأشخاص الباقيين يمنكون هون عم نعطيهم شانس أكتر أنه يكونوا منفتحين أكتر للعالم للولاد للمعلمات الكبار لأهلهم وقتا نكون أوقات بأوقات معينة عم نفصلهم طيب صوفي التصاقهم ببعضهم هل قد ويمكن رغبة الأهل بيكونوا فرحتهم مش ساعتهم أنه عندهم توم مظبوط وأوقات بيشتغلوا على وجه الشبه بينتهم يعني نفس التمشيطة نفس البكلي نفس الحلق نفس الأكسسوار عم بيحكي بنات ما بعرف لأهل أن تأثرت بالصورة صبيان كمان نفس الشي هيدا ممكن يكون مؤشر لتأخر بالنطق يعني شو الرابط بين حياة التوأم وصولا للمرحلة اللي بدون يحكوا فيها بيصير في عندهم تأخير هو ما في رابط أنه بشكلهم يعني كيف منلبسهم أو بهالأمور بالنطق المشكلة بالنطق هي عامة بتصير كتير عند التوم نشوف تأخر بالنطق أكتر بكتير عندهم لأنه هن منسجمين مع بعضهم ما بيحسوا حالهم بحاجة يعملوا كتير إفور مضطريني عبروا كلاميا إيه مش كتير يعني بيحسوا إذا هن عم بيفهموا مع بعض أنه ما بتفرق إذا الباقيين عم بيفهموا مع بعض عليهم أمهم بيهم أو المعلمة ما كتير بيعملوا مجهود مشان هيك مهمة هون نجرب نحن شوي نفسونه عن بعض حتى يكونوا عم بيحكوا أفضل ويتصرفوا بطريقة أفضل ويخف عندهم إذا هن أصلا صار شيء وما كانوا سوا فهون يعني منلاقي تأخر لطا بالإجمال عند الطوم أكتر وحتى أوقات قد ما بيكونوا أقراب على بعضهم بيصير فيه شيء نحنا التكنيك ما منسميه كريبتوفازي اللي هي لغة الطوم كل طوم بيعملوا هيك مثل لغة بين بعضهم خاصة فيهم إيه مش كل الطوم نفس اللغة بس كل اتنين طوم بيعملوا هيك مثل لغة خاصة لقلون بس هي مكونة من حديثنا يعني منا مكونة من كلمات مقلون دخل بس شو بيكون بيكون الكلمات يعني مختلفين مقطاشين الكلمة منا كاملة منا يعني منا مكونة مظبوط الجملة منا كاملة بس خيطهم أو أختهم طوم عم تفهم عليه فهو هون اللي بيصير أنه ما بعود يحس كتير أنه مضطر يحسن هالحكي إلا مع الوقت فمشان هيك بنشوف عندهم جمالا هيك أنه تأخير أكتر بالنطق في عنا اتنين فيديو رح نحضر واحد منهم بس قبل طالما بعضنا عم نحكي بهذا الموضوع على الأهل كيف يون ينتبهوا أنه تأخروا بالنطق إذا بيحسوا أنه هن ما عم بيفهموا عليهم أمهم أو أول شي بيون بيحسوا أنه ما عم بيفهموا عليهم لمعالمات ما عم بيفهموا عليهم إذا كان عم بيروح جاردوري بعضهم صغير بعضهم صغار وإذا هنوا عم بيركبوا الجمل الجملة منا كاملة يعني ما في اسم فاعل مفعول به يعني إذا بده يقول بدي أشرب ماء يمكن يقول ماء أو بدي ماء ما يكون عم بيركبها مضبوط أو كمان ما بيستعمل كلمات الوصل بقلب الجملة ما بيستعمل كتير تفاصيل يعني إذا استعمل الفاعل ما بيكون مركب مضبوط ما بيحط قل التعريف بيقلك ما بيقلك البنت بيقلك بنت بدل ما يقول كلم بيقول عو كتير كلمات بيكونوا مختلفين وأوقات حتى الكلمة بحد زيتها ما بتكون واضحة إذا بيقلك بده يقولك تنعت بالتليفون يمكن أنا فون ما بتكون فهمت يعني في قطشة من الكلمة موجودة أو بقلب الجملة أو بقلب الكلمة بيكون في كل هؤل الكلمات عم بيحول فيهم ما عم بيكونوا كاملين وواضحين بدنا نعرف دور معالجي نطق أي متى بيتدخلوا أي متى الأهل لازم كمان يدخلوا ويستشيروا إنما منحضر الفيديو ونرجع منتابع معاك سوفي أكيد بسي في كمان هيك شد حبيل بين بعضهم أكيد أكيد بيتخينقوا قدي بيحبوا بعضهم قديش بيتخينقوا كمان هون منشوف البنوت عم بتجاري بتقول شي عم بتقوله هو واضح لقاله أكيد بس نحن ما عم نفهم كشخص من برة إنه هيدا بيبي وجوجوه مامي ما فهمنا كتير منيح شو عم بتقول يعني هون منشوف إنه الحديث منه كامل منه جملة مركبة مظبوط وما عم بتوصل مساج لإذا كان شخص تاني عم بيتفرج ما فهم مظبوط شو أصدى البنوت وهيدا بيأثر لما يفوتوا على المدرسة أكيد هيدول الإشياء يعني معقول يعملوا تراكمات مش بالضروري بس معقول إنه عالتراكم إنه الحديث منه مظبوط وقتا بعدين يبدون يتعلموا الأحرف يكتبوا ويقروا يكتير عندهم صعوبات تعلمية بس مش إجباري بس هيدا بتزيد الريزك إذا بدك إنه احتمال أكتر يكونوا معرضين للصعوبات وقتا يفوتوا كمان على المدرسة أو بدون يتعلموا ويقروا ويكتبوا كنت سألتك شو دور معالجي النطق وأي متى بيتدخلوا طبعا بيطلب من الأهل في فيديو تيات تانية فينا نحترم يلا منشوفوا سوا هون كمان نشوف إنه عم بيحكم مع بعضهم هول فوجيمو مش فريجي مو إذا لحظت الشبا كمان هون ما فهمنا مظبوط شو عم بتجرب بتقوله للصابي صابي وبنت مع أنه شعره طويل بالصابي ما عم نفهم مظبوط شو عم بتجرب بتقوله وهو كمان بيرد علي ما إنه واضح يعني هون شخص من بره ما فهم شو هو المساج نحن دورنا كمعايجين نطق أنه نعمل تقييم أول شي تنعرف إذا صحيحة هولولاد مأخرين بالنسبة لعمرهم عم نفهم عليهم شو لازم نتصرف نحن أول شي بأنه نعطي نصايح للأهل أكيد شو فيهم هن يعملوا بالبيت لأنه بنهاية الأهل كتير بأسروا خاصة الأم لأنه هي معهم كل الوقت كل يوم يوميا فيها تعمل معهم تمارين وتساعدهم تكون هي عطول عم تعطيهم دفش لقدام ونحن أكيد أوقات في حالات ما بيكفي أنه بس نعطي نوجه الأم نعطيه نصايح ساعتها نحن هون بالجلسات بدنا أفضل أكيد أنه يكون كل ولد لحاله إذا تنينيتهم بحاجة لعلاج يمكن بس واحد يكون مأخر بحكيه ساعتها نحن هون بدنا نعمل علاج نساعد هالولد عطول نعطيه المثل كيف منركب الجملة أكيد ما منكون عم نقوله هيدا الجملة كله بيكون عطريقة لعب بيكون عم بيتسلى ومبسوط وعم بيضحك بس نحن نكون بطريقة غير مباشرة عم نعلمه كيف بيركب جملة مضبور كيف بيوصل المساج لأنه نحن نكون عم نعطيه هيدا المثل وبيأثر عليه ومع الوقت بيصير هو شوي شوي بتحسن حكيه هلأ فهمت منك سوفي أنه بيصير عندهم لغة خاصة يعني بيركبوا مصطلحات كلمات الأهل بيصعب يمكن فهمها وكتنا عم تقولي تحديدا للأم يمكن هي أكتر شي بتهتم بولادها بغياب الرجل بفعل العمل برات البيت ويمكن هي كمان تكون برات البيت يعني أداية بدي يكون في مرحلة تعويض إذا راحت على شغلة من الساعة 8 تركوا التوقم مع المربي أو مع التاتا أو يمكن بيجردوري إذا عمرهم بيسمح لهم كيف بدأت تعود فترة بعض الظهر صحيح هي صعبة ما النهاية تتنظم كل أمورها لأم عن جد بس فيها تعمل معهم تمارين معينة فيها تقريلون كتاب هلأ هو أفضل شغلة يعني أعتبر أنه هي بتشتغل وجوزة كمان بيشتغل إذا فيه كل واحد يستلم ولد أعتبر وقت معين كل يوم يعمل معه تمارين هو بيكون بس للحكة إذا بدك حتى لأنه كيف بيتعلم الولد الحكة على بالrelationship one to one يعني من شخص لشخص العين بالعين بينما إذا الأم عم تعمل تمارين مع الولاد الولدين مع بوجة ما بتكون عم بتركز على ولد واحد يعني اثنينتهم ما بيكونوا عم بياخدوا عم بياخدوا المساج بس ما بيكون مركز الفوكس ما بيكون على ولد واحد فلو على اثنين يعني يعطوا المقصوم يعني مش نهيك بفهم كتير أنه صعوبة الوقت نطلب هيك شغلة من الأهل لأنه بيكونوا بجوعة طول صعبة أصلا تفصلون أوقات عن بعض بس هون هن ساعتها نحن بنعطيهم نصايح شو فيهم يعملوا مع كل ولد لحال أو إذا حنجد ما بيقدروا أبدا مع الولاد سوى اثنينتهم يمكن يحطون اثنينتهم جنبهم بس بطريقة كتير تكون مبسطة حتى يقدروا يوصلوا المساج ويعطون المثل ويكونوا عم بيساعدون بحكيون ليتحسنوا في حالة تجو لمعالج نطق أو معالج نطق مثل اختصاصي سوف يهد مرحلة سريعة لنتخلص من هالمشكلة ولا كمان بالدواء الطويل وهل ممكن يعني الولد يخلق عنده شي استفهام ما لا أنا عم بروح عم زور طبيب معالج أكيد هو لازم الأهل يفسروا للولد لو بطريقة كتير مبسطة أنه راح نروح عند الشخص كذا ونفسر له لي رايحين أنت ما يفكروا أنه نحن حكيم أنه نعمل إبري بدلا نعطيه دور راح نفحصه كنت يعرف بس هو دغري أصلا بيرتاح الولد لأنه منستقبله أنه بطريقة ضحك طبعا وكولورياج ولعب وبيشوف أصلا ديكاري يعني منه كتير جدة وأكيد لا بياخد وقت العلاج يعني لأنه يعني عم تحكي مرحلة حكي ومرحلة ولد عم بيكبر بس بتلاقي نتيجة بسرعة بس ما بيكون كل العلاج بيخلص بسرعة عم تحكي كذا شهر بس الأهل بسرعة بيشوفوا فرق حتى الشخص الغريب أكتر شي هو الشخص الغريب يلي غيب عنه راحوا إجاب ليه آه واو خي عم بفهم عليه أكتر أو عم بيركب أحلى بيصير يبين فرق بس الأهل لأنه أوقات بيكونوا عطول تعرف يوميا مع أهلون ما بيشوفوا الفرق بس دغري بيصير يبللش كلمات جديدة تركيب جملة أفضل بيصير عم بفهموا أكتر بس كله بده وقت أكيد كلمة عطيت وقت كلمة بيبين أكتر إن شاء الله كل اللي ناطرين توقم وعارفين حالهم مسبقاً يخدوا هالأمور بعين الاعتبار ويبلش يفرقوا من قبل الولادة بألوان تيابل في جماوة كمان اللي بده يهدي يعتمد هيدا الأسلوب حتى نقدر نساعد الأهل ونساعد التوقم بأنه يكون كل حدا منه عنده شخصية مستقلة على سيرة اللي عم بتقوله أنه عايد بيلادهم كمان أفضل هون أنه نحن نهديهم هدية مختلفين ما يكون دوبل يعني وكمان يعرف أنه هيدا الهدية لقلك وهديك الهدية لقلك مش لقلكم اتنيناتكم لقتي يكون كمان هون عم نرجع نفس النقطة أنه كل واحد شخصيته يكون عم بنمي على حاله سوفي كلزي معالجة نطق شكراً لحضورك معنا اليوم حلو الموضوع ويعني هيك مثل ما بيقوله خلقة كاملة نعمة زي دي وعلينا نهتم بهيدا النعمة اللي ربنا أعطانا إياها من هيك يعني اختصاصات كثيرة عم بتكون موجودة لمساعدة الأهل ومواكبة نمو الأطفال وحضرتك واحدة منهم أهلا وسهلا تيكي سوفي بيوم جديد مرسي ألي مشاهدينا منروح إلى فاصل اللقاء الأخير اشتركوا في القناة